الله عز وجل تغرقنا من كل جهة ونحن يعني أنا الأية اللي بدت بها إما شاكراً وإما كفوراً محظو أنه كلمة شاكر على اسم فاعل لكن شافها كفوراً على صيغة مبالغة فعولاً في الشكر رب استعمل اسم فاعل باعتبر أن ينسان مهما شاكر فلن يصل إلى الشاكور مهما فاعل لكن الكفر الكفر اللي هو مشاهد الكفر بالله الكفر معناه هو جهد النعمة الكفر بالنعمة الكفر بالنعمة ما ينتبه لهاش وباعتنا نزداريها ونحتقرها وهذا هو الخطورة يعني باعتنا نغفل عليها لكن باعتنا نزد نهدر يا ودي وش من الذلاري وش من الدار وش من السيارة وش من خدمة وش وكأنه فهنا هذه تبيننا بأن الإنسان طبعاً يحتاج أن يذكر نفسه أنه هذا النعم دائماً تحتاجه منه إلى الشكر فدائماً يصبح على ما يشكر به رباه سبحانه وتعالى ذا من الإنسان لما يصبح في الصباح طبعاً يذكر الأدعية اللي علمنا بها النبي عليه الصلاة والله النبيكاً لما يأوي إلى فراشة يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وكافانا أكيد الكلمة كنتسمعها كليت وش بعط كي نس ماكلتش كي ناس مش بعطش كلمة آوانا كي نس ما عندوش البيت كي نس ما عندوش الفراش كي نس رحم ريض ما يقدرش يرقد كي نس عندو الآرق كي ناس عندو آلم في الليل آوانا وكفانا هذا الأدعي بالإضافة لدعائي طبعا قلتهم الإخوان المشاهدين طبعا تجعلنا نعيش على الأقل في صيفة الشاكر لله سبحانه وتعالى ومن أهم من أهم نعم وثمرة الشكر أنها تحافظ على النعمة الشكر يسموه النعم مثبت النعم لا إن شكرتم لا أزيدنكم رب يقول وضرب الله مثلا قرية كانت مطمئنة يأتيها رزقها كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله كلمة كفر منها جحدت وكلمة قرية قد تكون حي قد تكون بلد قد تكون عائلة قد يكون شخص فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ونصيحها بما أخير الإخوان لما نقعد مع أبنائنا دايما نذكرهم نعم نرب عليها أنفسنا نشعر هذه النعم ثم نعلم أبنائنا هذه النعم وليكن لسن دائما الحمد لله الحمد لله حتى نكون على الأقل نوفي جزءا من نعم الله سبحانه وتعالى التي تحيط بنا من كل جهة وإن جئنا نفتح الأوراق والدفاتر لكي نعدها فيستحيل النعمة فعلى الأقل نكثر من الحمد لله يفحق إظهار النعمة ربما البعض رح يشوفوا أني نحط في الفيسبوك أويش عندي نعم باش نكونوا وافعين مع أسولنا بسطوكم ورأكيد بارك الله وفيك حنا أن تعرض كل النعمة لعندك بس هذا هو المقصود لكن أن تكون بخيلا فلا تظهر من شيء من نعمة الله عليك فهذا خطأ فكلاهما تطرفوا كلاهما خطأ للأصل أن إظهار النعمة إظهار النعمة أول يكون بالكلام بالحمد هذه محدة رقم الثنين إظهار النعمة فيما يحيط ببيتك في نفقتك على أهلك في ثيابك ليس تكبرا على الآخرين ولذلك حتى النبي أهل الصلاة والسلام قال لما سألوا الصحابي قال له رسول الله إن أحدنا يريد أن تكون ثيابه حسنة ونعله حسنة أكيد فقاله واش قال لنا إن الله جميل يحب الجمال يا الله فالمسألة في الحقيقة إظهار النعمة في اللباس إظهار النعمة في المقتنية تقال البيت السيارة البيت لتسكنه هذا إظهار نوع من إظهار النعمة إظهار النعمة أيضا يكون في الصداقات أكيد